الأمير الأحمر أو قاهر الموساد الإسرائيلي ورجل المهمات الصعبة علي حسن سلام والذي عرف بوسامته وحضوره اللامع في المجتمع اللبناني وجرأته وحبه للحياة فعلى الرغم من الدور القيادي الذي لعبه إلى أن الغموض كان يكتنف دوره وعرف بقدرته على المناورة وكثيرون أكدوا أنه كان ذا حسا أمنيا عال يخترق المعادلات السياسية المعقدة التي لا يستطيع غيره اختراقها ولم يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره وفي أواخر الستينات كان إلى جانب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات فكان خازن أسراره ورفيقه في مهماته وجولاته الدولية الأمر الذي وضع سلامة تحت دائرات الضوء وأثار توجس الاحتلال انضم لحركة فتح في القاهرة وعمل في دائرات التنظيم الشعبي في الكويت التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وعمل نائبا لمفوض الرصد المركزي لحركة فتح صلاح خلف كما أسندت إليه قيادة العمليات الخاصة ضد الاحتلال في جميع أنحاء العالم وارتبط اسمه بالعديد من العمليات النوعية كما ارتبط اسمه بالاتصالات السرية التي كانت تجريها الثورة الفلسطينية مع الكثير من الأطراف في الساحة الدولية إلى حين غيرت أيلول الأسود قواعد اللعبة خاصة بعد عملية ميونيخ التي استغلتها إسرائيل لتبرير مجموعة من الاغتيالات ضد الفلسطينيين ومن بينها القائد علي حسن سلام ومن سقطات الموسى دانذاك وضعها لمواصفات عامة لعلي حسن سلام فاشتبهوا بعامل مغربي اسمه أحمد بوشيخي واغتلوه وكانت ضربة مذوية لإسرائيل سببت لها مشكلة دبلوماسية مع النروج كان سلام رجل المخابرات الفلسطينية الأول الذي لاحق موسادا لاحتلال واغتل عددا من ضباط المخابرات حول العالم وكشف عددا آخر من عملاء الاحتلال في الوطن العربي وخاصة لبنان فأصبح سلام مشكلة كبيرة لإسرائيل لأنه كان مختلفا كان وسيما ويحب الحياة ومحبوبا في أوروبا وبقي حضور سلام يتصاعد ويحسب له أنه أول من عمل على فتح قناة مباشرة مع أمريكا الأمر الذي لم يرق لإسرائيل واعتبرته ضد مصلحتها واعتبرته إسرائيل خيانة من أمريكا في تمام الساعة الثالثة وسبع وثلاثين دقيقة من بعد ظهر الاثنين في الثاني والعشرين من كانون الثاني عام تسعة وسبعين هز انفجار هائل بيروت واستشهد القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة مع أربعة من مرافقيها وتبين لاحقا أن عميلة إسرائيلية تدعى أريكا تشامبرز دخلت لبنان بجواز غربي دعية أنها تود تأسيس مؤسسة اجتماعية لمساعدة المجتمع المحلي ورعاية الطفولة ولكن كانت مهمتها مراقبة سلامة حيث زرع فريق المساعد سيارة فولكسفاجن بالمتفجرات ولدى مرور سيارة سلامة في الساعة الثالثة ضغطت العامللة الصهيونية على زر التفجير عن بعد واستشهد الأمير الأحمر ومات معه حلمه في أن تكون له مزرعة يعيش بها وأصف ذلك اليوم بالاثنين الحزين في تاريخ الثورة الفلسطينية لتلفزيون فلسطين ياسمين شملاوي